أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء بورسعيد السياحية السفينة بورياليز السياحية القادمة من ميناء برانديس بإيطاليا وعلى متنها 832 سائحا من جنسيات مختلفة و 628 هم طاقم السفينة وأشد سائح الباخرة السياحية بحفاوة الاستقبال والترحيب من أهالي بورسعيد الذين استقبلوهم على أنغام السمسمية وستوجه الركاب إلى القاهرة لزيارة الأماكن الأثرية والسياحية بالمدينة ثم العودة لبورسعيد حيث من المقرر أن تغادر السفينة الميناء فجر الاثنين السادس من مارس ضمن قافلة الجنوب متوجهة إلى ميناء سفاجة